تدول نشاطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من تقرير بثته قناة الإخبارية السعودية الحكومية والتي لفتت فيه إلى أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المملكة العربية السعودية كان تلبية لرغبة الرئيس التركي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا تويتر سخل السعوديون كثيرا من تصريحة الرئيس التركي والتي قال فيها أنه تلقى دعوة رسمية من الملك سلمان لزيارة السعودية ولم يذكر أردوغان حقيقة أنه هو من كان يرغب في زيارة المملكة العربية السعودية من الأصل محمد الكسير أردوغان أفندي هو لطلب زيارة المملكة ولم توجه له الدعوة كما ذكر وقالت مقدمة البرنامج في تقرير الإخبارية وصل الرئيس التركي رجبطي باردوغان على جدة بعد تلبية رغبته في الزيارة حيث يستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قادة دول العالم الإسلامي في العشر الأواخر من رمضان لتجتمع أفضلية الزمان والمكان عبدالله الهتيلة يعلق على تويتر زيارة الرئيس التركي رجبطي باردوغان للمملكة جاءت تلبية لرغبتها وعلق كولومبوس التلفزيون الصعودي الرئيس التركي أردوغان أبدى مرارا رغبته زيارة الصعودية تتحقق رغبته أخيرا بعد خمس أعوام فهد العطاوي الاعتبي قناة الإخبارية الصعودية في نشرته الأمس توضح أن زيارة أردوغان لصعودية تمت بناء على طلب تلبية رغبته بالزيارة وليس كما ذكر أردوغان أو كما يتدوله حريم السلطان في الكويت أو مطايا الإخوان في العالم العربي دل السقر العنزي لا في دعوة ولهم يحزنون هذا الخبر من الجزيرة ومقطع الفيديو من الإخبارية الصعودية واضحة تم تلبية رغبة أردوغان بالزيارة يعني وافقوا يعطونه موعد يلق عضو صهران لثالث العيد يا الإخوانجية في مقال نايف الإخبارية الصعودية رئيس التركي أردوغان أبدأ مرارا رغبته زيارة الصعودية لتتحقق رغبته أخيرا بعد خمس أعوام رغم أنه لا يحتاج لدليل فتحركة أردوغان السياسية خلال العام الماضي مع كل من مصر والإمارات أكبر دليل على خضوعه بعد غياط دام ثلاث أعوام إلا أنه مقطع يخرص جميع أذنى بالإخوانج وكان رجل طيب أردوغان قد قال على تويتر أجرينا زيارة إلى المملكة العربية الصعودية تلبية لدعوة خادم الحرمين الشارفين ونحن كدولتين شقيقتين تربطهما علاقة تاريخية وثقافية وإنسانية نبذل جهودا حثيثة من أجل تعزيز جميع أنواع العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية وبدء حقبة جديدة بيننا إلا أن ما أثار السعوديين هو قوله تلبية لدعوة خادم الحرمين الشارفين لتخرج قناة الإخبارية وتعلن الحقيقة وقد قال الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله إن الرئيس التركي رجل طيب أردوغان استحق المذحى في بداية عهده مع بروزي تركيا كنمدج ديمقراطي مظاهرة لكن عندما وقف مع قوى الفوضى ومارس الابتزاز والتطاول والتحريض استحق النقذ اللذع وضف الأكاديمي الإماراتي برحسبه على تويتر الآن بعد إنهاء علاقته بقوى الفوضى وتوقف عن التحريض يستحق الترحيب وإن بحذر وتابع هذا هو الموقف الوطني وليس الوقوف معه على الحق والبطل وكان أردوغان قد قال أنا على ثقة أننا سنرفع علاقتنا إلى مستوى أفضل مما كانت عليه مع الصعودية في الماضي وزيارتنا هذه والتي تأتي في أيام رمضان الفضل المليء بالرحمة والمغفرة والأطفاء ستفتح الأبواب أمام عهد جديد مع المملكة العربية الصعودية الصديقة والشقيقة